وعلى سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد مشاهدين متابعي قناة القرآن الكريم في هذا الصباح صبحنا الله وإياكم بالخيرات والبركات والمسرات أصبحنا وأصبح المكه لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور صدقوني مشاهدين الكرام من كانت له أو عنده أو معه أم فليسعد محظوظ أنت أيها المشاهد إذا كانت أمك قيد الحياة إذا كانت أمك بين يديك إذا كنت تجلس في أحضانها إذا كنت تدق الباب باب الجنة تحت أقدامها محظوظ أنت سواء كانت معك في البيت أو معك قيد الحياة أنت بين قوسين مدعي بداعوة الخير الأم التي جعل الله عز وجل الجنة تحت أقدامها الأم التي هي سبب وسر سعادتك وهنائك وراحتك وطمأنينتك في هذه الدنيا الأم جميل جدا حينما تصبح أو حينما تصبحين أيها المسلمة أيها المشاهد أيها المشاهدة لما تنصبح وتلقى إماك قدامك وتقبل جبين تاحة وتقبل يد تاحة وتعانقها وتمازحها وتطعمها وتطعمك محظوظ أنت لما تكون خارج من البيت إلى العمل وإماك ترافقك وتقول لك يا ولدي روح الله يفتحها عليك روحك مستور محظوظ أنت بإذن الله عز وجل أنت في رعاية الله في حفظ الله في معية الله إذا كانت أمك تدعي لك بالخير دعوة الأم مفتاح لذلك يقال لما الواحد توفال يماه وما أصعبها من لحظة في الحياة لما الواحد الوالد تاعه لكانت مزهياته مهنياته اللي كانت في الدنيا انتاعه هي الظل هي البرنوس انتاعك هي الغطاء هي الستر انتاعك في الدنيا فلما تنتقل إلى الدار الآخرة وهي لحظة لا بد منها لما تروح يماك ينادي منادر من السماء أن قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فعمل لنفسك عملا نكرمك من أجله الله تعالى كان يكرمك من أجلها لذلك يا جماعة وهذه بالتجربة إذا شفت واحد عنده ولاده بارين به طايعينه وإذا شفت واحد سعيد وهاني وإذا شفت واحد يتعرض للمؤامرات للمكائد ويخرج منها كالشعر من العجين أو حادث مرور ربي سلكه منها أعرف بلي دعوة الأم حية أو ميتة حية أو ميتة لأنه هي ألسق الأم هي ألسق الناس بك جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صلى الله من أولى الناس بصحبتي يسكنوا لإندي صاحبي في الدنيا قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك ثم في الرابعة قال أبوك فلتحذر أيها المسلم أيها المسلمة أنك تفضل واحد أو وحدة عليماك زوجة أو ابنا ولعل إن شاء الله الحديث حول الأم وهذه المعاني يطول والحديث مع الأم أو عن الأم هو حديث العمر إن شاء الله أبو العالمين نلتقي وإياكم مع أمهاتنا في حديث الصباح ليوم الغد إلا ذلك من حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حافظكم الله وحافظ أمهاتكم لكم وبدعواتهم بدعواتهن لكم يومكم مبارك سعيد الله افتحنا وعليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته